أعطينا تفاصيل كيف كان يتم تسفيرهم نقطة الانطلاق نقطة العبور نقطة الوصول كيف يتم تقنعهم في تونس هل هناك شخصيات معينة كانت تقنعهم بالذهاب إلى سوريا أنذاك كمن يدعون بأنهم شيوخ دين عملية التسفير أولا انطلقت عبر دمغجة الشباب واللعب بعقولهم وشحن بالأفكار المتشدة والأفكار الهدامة وكان ذلك يحدث من خلال الخيامات الدعوية التي كانت تقام أمام أعين الأجهزة الأمنية ودون أن يكون لها الإرادة لتحرك ساكنا أيضا كانت هناك تحدث دمغجة داخل المدارس القرآنية التي كانت لا تخضع لرقابة وزارة الشؤون الدينية ذات الأمر في علاقة بالمساجد التي وجدت لعبادة الله الواحد الأحد لكنها تحولت إلى أماكن يقع فيها الحث والتشجيع على السفر إلى بؤر القتال بل أن هناك قيادات في حركة النهض على غرار نورديل الخديم الخادم الذي تقلد منصب وزير الشؤون الدينية كان يدعو ويحط صراحة عن التوجه إلى بؤر القتال هناك أيضا كانت داخل المنابر الإعلامية قيادات حركة النهضة كانت تحث وتدعو على ذلك أو قيادات من مجلس الشورى عملية أيضا استخراج جوازات السفر لعدد من الشباب المغرر بهم تمت بإشراف وبإعاز من قيادات أمنية معروفة بولائها وانتمائها في علاقة بالحركة ومعينة وتحظى بثقة كبيرة من طرف السيد علي العريض الذي تم تمريره في التقرير لا يمكن أيضا أن ننسى أن عملية تهريب أبو عياض الإرهابي الأخطر في العشر سنوات الأخيرة في تونس ومؤسس ما يعرف بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي كان تحت أنظار السيد علي العريض